لأن عملية الأبض على هشام عشماوي في ليبيا في ديرنا تحديدا لا تستطيع أن تعزلها عن الجهود المصرية في مواجهة الإرهام هذه العملية قامت بها القيادة العامة للجيش الليبي 100% لكن كان هناك دعم معلوماتي مخابراتي مصري وكان هناك تنصيق على أعلى مستوى لأنه هشام عشماوي بالفعل كان يمثل خطرا كبيرا وهقول لحضراتكم بنوع من المصرحة كان يمثل أيضا وجعا كبيرا لأن هذا الشيطان الكبير الذي خرج بعد أن انحرف من القوات المسلحة تحول إلى قاتل وتحولت كل أفكاره وتحول كل ما تعلمه وتدرب عليه في الجيش يعني إلى قوة شريرة موجهة إلى قلوب وأجساد المصرية طيب هشام عشماوي اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم دخل اتولد سنة 79 1979 اتخرج من الكلية الحربية سنة 2000 وأنا بقول لحضراتكم هنا التواريخ الصحيح لأنه لما الناس هتقرأ فتلاقي مثلا معلومة يقولك أنه هشام عشماوي انضم إلى القوات الخاصة في القوات المسلحة سنة 96 فسنة 96 ما يبقاش مناسب لأنه الراجل موليد 79 فسنة 96 فيبقى عنه 17 سنة فما يبقاش مناسب لا هو اتولد 79 وتخرج من الكلية الحربية سنة 2000 كان بيعيش في تسعة شارع علي عشماوي بالحال عاشر في مدينة مصر ده المكان بتاعه طيب إيه اللي حصل احنا قدام زابط مصري في السلاح السعقة يشهد له الجميع بأنه كان كفء يعني ما فيش حاجة بيدخل بيتدرب أثبت كفاءة عالية جدا لكن في لحظة هذا الشخص اللي كان بيعول عليه كثيرا جدا فجأة انحرف خرج عن ما اتفقت يعني أخلاقيات وقيم القوات المسلحة عليه لأنه جزء مهم جدا من القوات المسلحة اللي بيحفظ على قوامها أن انتماء وولاء كل من يدخل مؤسسة الجيش للوطن والأرض لا انتماء بقى الفكرة ولا انتماء لشخص ولا انتماء لأيدولوجية ولا انتماء لجماعة لا أي حد بيثبت عليه انتماء الفكرة أو مجموعة أو أيدولوجية لا بره ليه لأنه عشان يبقى الجيش متناسق فالفكرة الأساسية انك منتمي للبلد فقط منتمي لمصر فقط وبما تمثله مصر بقى من قيم واخلاقيات وسوابط فيه سياسيته لكن تبقى يعني تبقى اتجاه ديني لا مش شكرا مش معانا اتجاه سياسي لا تنتهج أفكار معينة لا مش معانا طيب هذا اللي هو خرج من كلها الحربية سنة 2000 طلع من الجيش امتى وخرج ازاي هنا عندنا تلات روايات لأنه فيه ناس كتيرة جدا كتبت عن هشام عشما عندنا تلات روايات الرواية الأولى بتقول أنه في حدود سنة 2007 تقريبا بدأ عليه بعض الأفكار المتطرفة ظهرت ازاي لأنه فيه جهات في القوات المسلحة تحديدا فيه المخابرات الحربية بتتابع الناس اللي في الجيش عشان تشوف انضبطهم يعني فالتقارير التي رفعت عنه قال أنه كان بيصلي في مسجد من المساجد وإمام المسجد ده أخطأ فيه قراءة آية من الآيات فعنفه شام عشماوي وتعامل معه بعنف شديد جدا وتشتمه تقريبا أنه إزاي يغلط فيه الآيات هذا التقرير بناء عليه تم التحقيق معاه وطلب منه ألا يختلط بجماعات معينة وقال يعني يتراجع عن هذه الأفكار ليه؟ لأنه كان بدأ يقول لأصدقائه أو المحيطين به لا يا جماعة السلام لله فقط كل الحكام كفر فبدأنا ندخل فيه أفكار اللي بيقال فيه طبقا لهذه الرواية الأولى أنه لحد 2009 كان بيحاولوا إصلاحه ولما لم ينصالح تم محاكمته وخرج بلتكلم إيه في 2009 دي الرواية الأولى بعد ما خرج في 2009 بيقال أنه تواصل مع بعض الجماعات التكفرية وكون خلية إرهابية وهذه الخلية الإرهابية كان مسؤول عن التدريب العسكري لها ثم استمر كامل إلى ما بعد 2011 دي رواية أولى مش سبتة بالنسبة لي الرواية الثانية اللي بتتبناها بعض المصادر الأمنية بتقول لا والله المسألة ما كانتش كده مسألة أنه هشام كان بيخدم في سينة وتوفي والده دون أن يستطيع وداعه هو كان في الجيش ووالده توفى وما قدرش يودع والده أو يشوفه قبل ما يموت فبعض العناصر اللي كان بيختلت بيها قالوا له أنه ده بسبب شغلك في سينة وأن أنت أسرت في حق والدك وأن أنت كان مفروض تسيب شغلك ده وتنزل تحت أي ظرف من الظروف فبدأ يشعر به الزنب ويشعر بالندم وبدأ يكره عمله في القاتل مسلحة وهذه الكراهية قادته إلى أن يختلط أكتر بالجماعات التكفيرية ده كان إمتى؟ بيقال أنه كان في حدود 2009 طيب ولما خرج اشتغل فيه الاستراد والتصدير دي طبقا للرواية الثانية وكان موجود فيه مسجد فيه المطرية بعد شوية عن مدينة ناصر وتواصل مع بعض العناصر التكفيرية ثم بدأ نشاطه بعد 2021 دي رواية الثانية الرواية الثالثة وهي الأصدق الحقيقة ليه الأصدق؟ لأنه هذه الرواية قالتها زوجته اسمها السيدة نسرين والسيدة نسرين دي كانت بتشتغل المدرس فيه كلية البنات في جامعة عين شمس بعد ما انضم عشام عشماوي لأنصار بيت المقدس فيه قضية محال فيها هو رقم 9 محال فيها 200 عنصر على زمة الانضمام إلى تنظيم بيت المقدس تضم 200 واحد هو رقم 9 فيه نسرين دي اللي هي زوجته كانت الشاهدة رقم 54 في القضية قالت ان هو فضل في الجيش لحد 2012 لحد 2012 ولوحظ عليه بعض الأفكار بتاعة الجامعات المتطرفة فتم حكمة وتم نقله إلى قوات الدفاع الشعبي حتى يتراجع عن أفكاره وبعدين يرجع يعني لسلاحه لكن ما تراجعش فتم فصله من الجيش في 2012 ليه الرواية دي أصدق لأنه السابت عندنا أنه هشام عشماوي بعد ما خرج في 2012 لأنه تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين بالطبيعة يعني وخرج من مصر في إبريل 2013 قبل ما تقوم ثورة يونيو في إبريل 2013 خرج راح على فين طلع بشكل عادي جدا من مطار القرار الجوي سافر تركيا ومن تركيا سافر إلى سوريا وهناك انخرط في القتال مع المجموعات المعارضة لبشار الأسد والجيش السوري وبعد شهور تحديدا بعد عزل محمد مرسي عاد مرة أخرى إلى سيناء لما هشام عشماوي رجع سيناء لما رجع سيناء انضم إلى جماعة أنصار بيت المقدس احنا بنتكلم تقريبا بعد عزل مرسي لأنه رجع وشارك فيه اعتصام ربعة وبعد فضل اعتصام رجع سيناء في أغسطس في سبتمبر 2013 على طول كانت أول عملية إرهابية كبيرة يظهر فيها اسم هشام عشماوي اللي هي عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد براين دي أول عملية كبيرة بدأ يظهر فيها أنه مخطط لازل عملية كان وقتها في تنظيم أنصار بيت المقدس فضل هشام عشماوي في تنظيم أنصار بيت المقدس ده لحد 2014 اللي حصل في 2014 طلع تنظيم بيت المقدس أنصار بيت المقدس أعلن البيعة لأبو بكر البغدادي فأنصار بيت المقدس بقوا جزء من داعش ده ما عجبش هشام عشماوي فأعلن هشام عشماوي انتماؤه وأعلن بيعته لتنظيم القعد يعني شفته ما شاء الله هو ما عجبوش داعش فانضم للقعد كلها تنظيمات إرهابية يعني أعضاءها قتلة لما انضم هو للقعدة فبدأ ينتقل إلى ليبيا خلاص سابسينة اللي مسيطر عليها عنصار بيت المقدس بتوع داعش أو المتواجدين فيها وانتقل إلى ليبيا وراح ديرنا لما انتقل إلى ليبيا أنشأ هناك تنظيم اللي هو تنظيم المرابطين كويس والتنظيم المرابطين اللي من خلاله بقى قام هشام عشماوي بتنفيذ عدد كبير جدا من العمليات الإرهابية وعايز أقول له حضراتكم عشان تعرفوا مدى جرم وانحطاط هذا الإرهابي الشهداء اللي يعني ارتقوا إلى الله في العمليات بتاعت تنظيمه ونكمش عنه الوحدي يعني تنظيمه وصلوا حوالي 135 شهيد من 2013 و13 إلى آخر عملية كان هو مشارك فيها هنا في مصر اللي هي لو تفتكروا اللي هي الاعتداء على القوات في الوحات الجريمة بتاعت الوحات الشنيعة دي اللي تم يعني بيه الخدعة الأمنية وعدد كبير من قوات الأمن الوطني من أبطالنا في الأمن الوطني استشهدوا في هذه العملية دي كانت آخر حاجة اسمه ظهر فيه 135 شهيد لما تيجي تشوف العمليات اللي ارتبطت باسمه أو اللي كان متواجد فيها فتلاقي مثلا الهجوم على كمين الفرفرة لو تفتكروا كان فيه حوالي 22 واحد من شهداء وكرم القواديس الهجوم على كرم القواديس الشواهد الشواهد كلها تشير إلى أن هشام عشماوي كان هو المنفذ الأساسي لعملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات لأنه هو اللقاد العربية اللي فيها المتفجرات وركنها صف تاني فيه طريق مرور موكب هشام بركات كان موجود بنفسه في عملية الوحاة كان فيه اعتقاد ان هشام عشماوي موجود لكن اللي كان موجود هو يعني الرجل التاني في التنظيم بتاعه اللي هو اسمه عماد عبد الحميد وعمال عبد الحميد اتقتل اتقتل لما القوات طردت هذه العناصر اللي قامت بها عملية الوحاة فيه الصحراء واتقتل عماد عبد الحميد طيب هو كان موجود في ديرنا تقبض عليه النهاردة العملية اتنفزت طبقا لمعلومات مؤكدة مخابراتية من مصر وليبيا قبل اذان الفجر تقريبا بعشر دقائق بدأت العملية هو كان موجود في ديرنا في منطقة اسمها المدينة القديمة المدينة القديمة دي مش كبيرة او مش جزء كبير ولكن منطقة خطرة لانه لما دخلها عمل كم كبير من السرديب والمدقات اللي يقدر يهرب منها فهذا الشخص اللي ارتكب هذه العمليات الارهابية كلها مش مجرد انه كان متضرب كويس فقط ولكن عايز اقول لحضراتكم انه لو لا الجهود المصرية في مكافأة الارهاب كان شام عشماوي ده يجهز يجهز لتأسيس جيش على الحدود الغربية يعني تغيلوا الززاجة بتاعته على الحدود الغربية عشان يخترق حدود مصر ولو لم تكن القبضة المصرية امنية وعسكرية قوية كنا لقينا في مدن راحت بصراحة يعني ليه لان انا اقول لحضراتكم حاجة كان نتاج تواصل هشام عشماوي ده مع جماعة الاخوان المسلمين في الفترة اللي هما كانوا فيها في الحكم لانه هو خرج من مصر ابريل 2013 قبل السورة بشهرين فهو كان موجود طول الفترة دي وكانت هناك اتصالات مع جماعة الاخوان انه هما يشكلوا جيش خاص يقوم بتدريبه هشام عشماوي لانهما كانوا كلات موازية يطلعوا الناس بتوعهم كان عندهم مشروع يعملوا كلية القتصاد الروم سياسية موازية او قليت اعلام موازية يطلعوا الاعلامين بتوعهم ويطلعوا الدبلوماسيين والسياسين بتوعهم وكانت كلية الدفاع الوطني دي طلعوا الناس بتوعهم يعملوا جيش موازي وكان هشام عشماوي ضالع في هزه الخطة انا اوري حضراتكم مثلا صوره يعني ليه ليه صورة شهيرة مثلا اللي هي صورته في الكرني بتاع القوات المسلاحة اللي هو رائد بالمعاش الصورة دي فضلت معاه لفترة طويلة جدا كان بيعمل بيها ايه يعني شوفوا رغم انه خرج من الجيش لكن هذا هذا الكرني هزي الصورة كان من خلالها بالكد وبالخداع يحصل على تبرعات من قبائل عربية بحجة او بالدعاء انه لا يزال في الجيش وانه في المخابرات وما لا زل فدي دي صورة ليه كان ليه صورة بعد كده متدولة لانه الناس كتير جدا ما كانتش تعرف حقيقة شام عشماو فيه ناس كتير يقولوا انه لا اتقتل لا ده مش موجود وهو كان ليه اربع اسماء كودية يعني خلال مسيرته الارهابية دي كان ليه اربع اسماء كودية كان في فترة كان اسمه شريف وفترة كان بيلقب بيه ابو مهند وفترة كان بيلقب بيه ابو عمر المهاجر وبعد كده ابو عمر المهاجر المصري واللقب الشهير اللي كان بيعرف به داخل الجماعات الارهابية المقنع وكان طبعا بينسك حواليه اساطير انه عنده قدرات خارقة في التخفي بس التخفي على ميه يعني نزل يعني انه تمسك زي الفار لانه انا حضراتكم بعد كده لما نشوف الصورة اللي بعد كده وارونا بقى الصور النهاردة جماعة في لحظة الابض عليه يعني هي اول صورة الراجل الحقيقة يعني لانه الخطة كانت خطة مميزة جدا وكان هما رصدوا لحظة خروجه لانه كانت خارج من درنا فخارج الحذر اقل شوية والاحتياطات اقل شوية هو كان معاه اتنين من حراسه واحد اسمه بهاء علي وده مصري والتاني ليبي اسمه مرعي زعيبة فده ده اول لحظة الابض عليه اهو متشلفت يعني بعد كده لصورة تاني اهو هو قاعد هنا تحت رجلين واحد من رجال الجيش الليبي الابطال الحقيقة وهي صورة مزلة لو فكر هشام عشماوي والذي كان واحد من رجال الجيش المصري انه بانحرافه وبيخروجه هيصل الى هذه الدرجة اعتقد انه يعني هيفكر كتير اعاوز اقول لحضراتكم صورة بعد كده من صور اليوم اه هنا لا دي وهو بيتعالج دي بيتعالج اهو للناس بعد ما لانه اكيد اشتبك اشتبك وبدأوا يعالجوه هتقول لنا صورة العلاجو يا جماعة ومن المعلومات المتوفرة انه كان هشام عشماوي وهو في رحلة خروجه دي اللي هما ابضوا عليه فيها كان اهو دا بعد ما بعد ما نضف يعني فقاعد اه بعد اثناء هروبه كان بيحيط جسمه به حزام ناسف لانه هو كان يعني عامل حسابه انه لو تم اه الابض عليه خلاص يفجر نفسه ويفجر القوة اللي جاية توبض عليه احنا عندنا صورة بعد كده ليه بهاء علي اللي هو المصر اللي هو احد حراسه اللي هو عندنا صورة بعد كده تمام موجودة طيب شوفونا لان هنا لان هنا الخطة برضو كانت انه هما بيخلوا المساحة اللي حواليه من رجالته يعني اعتقد انتو عارفين فيه علامات كده علامات اعتقد انه بقت فيه قناع عند اجهزة المخابرات انه لما تقتل عماد عبد الحميد المساعد الاول له هشام عشماوي في حدثة الوحاة ايقنوا انه خلاص يعني قربنا من هذا الارهابي الخطير جدا وعايز اقول لحضراتكم انه من شهور قليلة لما اعلن اعلن مقتل عمر رفاعي سرور وعمر رفاعي سرور ده ابن برضو واحد من قيادات الارهابية المعتبرة يعني كان فيه احساس انه اقترب موعد القاء الابض على هشام عشماوي لان عمر رفاعي سرور ده هو الشريك له هشام عشماوي في تأسيس تنظيم المرابطين كان هو عمر رفاعي سرور المفتي الشرعي يعني ده كان الحركي القائد الحركي وكان عمر رفاعي سرور هو المفتي الشرعي للتنظيم لانه ببساطة لم يكن هشام عشماوي متدي هو كان تكفيري على فكرة وفيه فرق كبير جدا يعني قادة هذه الجماعات الارهابية مش شرط ان هما يكونوا متدينين خالص متدامنين ده قاعد بيستحل قتل الناس هو تكفيري او متطرف وده عمل سياسي يستخدم الدين في تحقيق اهدافه يعني خلي بالكو الفرق ايه يعني سامة بن لادن لا متدين ولا زفت اي من الظواهري ولا متدين ولا زفت ابو بكر البغدادي ولا متدين ولا ليه فيها اي حد اي حد المرشدين بتوع الاخوان المسلمين كلهم يعني من حسن البنة ومن بعد كده الحاد محمد بديح يعني ولا واحد فيه متدين وانا ما بنقولش انت ممكن تقول لي انت بتحكم على تدين الناس ايوة انا بقولك ان الراجل ده هو بيعمل بالسياسة وبيستخدم الدين لتحقيق اهدافه السياسية مانوش دعوه بالتدين تدين بتاع ربنا الايمان التقوى يعني الناس تبقى قريبة من ربنا مالهمش فيه مالهمش على الاطلاع فهشام عشماوي لم يكن متدين كان راجل تكفيري واقول لحضراتكم بقى من المشاهد الدرامية في حياته ان هشام عشماوي لم يقف اماما ولا مرة واحدة لاعضاء التنظيم بتاعه اللي هم المرابطين ما صلاش بهم امام ولا مرة في حياته وكان سر ذلك انه يخشى ان يقف امامهم يديهم ظهره فيغتال فمحدش اعتقد برضو انه هؤلاء هذه القيادات الارهابية بتبقى اامنة في تنظيمتها هم يعيشون في ارض الخوف يعيشون في عالم من الشك والريبة طول الوقت ولذلك لما تيجي تقول النهاردة الراجل سقوطه ده معناه ايه اقول لك معناه كبير جدا جدا لما بنتكلمش على فرض في خلية ارهابية بنتكلم على واحد قائد من قادة الارهاب اللي دخل مع مصر في حرب عنيفة جدا وشرسة جدا لكن لانه هذه الحرب التي تخدها مصر حرب شريفة من اجل دفاع عن ارضها محدش هيعد يا جماعة ومحدش هيفضل بعيد عن السقوط كلهم هيسقوتوا تحت اقدام البلد دي لما تيجي تبص مثلا لو جيت تدور على رد الفعل بقى بتاع الجماعات الارهابية وبتاع الجماعات الاخرى المسلمين بتاع مش بتاع لان الناس زعلانة وزعلانة طبعا لانه هشام عشماوي كان امل الجماعات الارهابية في اخضاع مصر يعني الراجل كان بيعمل جيش في ليبيا عشان يدخل فهمتوا ليه مصر كانت بتجيب سلاح فهمتوا ليه مصر كانت بتدعم الجيش الليبي فهمتوا ليه مصر كانت بتحافظ ولا تزال تحافظ على قوام الدولة الوطنية الليبية لانه كان فيه خطر هناك فيه خطر ولا يزال فيه خطر لانه دول لهم يعني توابع وفلول وبقايا ومش هيسكتوا لكن انا بقول ان النهاردة الناس بقى يعني انا ارجو يعني احنا حاولنا من كل الاطراف كده نجمع قصة الراجل فيه بعض الناس بقى يقللوا من قيمة الابض عليه انت حر فيه واحد شايف انه ما كانش خطر انت حرين فيه واحد شايف انه يعني الصور دي كذا انت ثلاث احرار في بعض لكن هذا صيد سمين جدا واعتقد انه حرص حرص الجيش الليبي والجهات الامنية والمخابرات المصرية الوصول الى الى هذا الرجل حي لانه لديه الكثير جدا الذي يمكن ان نستفيد به وتستفيد به طبعا مصر في حربها ضد الارهاب هنيئا لكل من ساهم في هذه العملية يعني زي بيقولوهم ابطال الظل اللي بيشتغلوا بيوصلوا ليل بنهار عشان يوصلوا لهذه العملية احنا شوفنا صور صور والراجل الممسوك ومضروب وهو الى اخره ما تعرفش العملية دي الناس قعدت فيها قد ايه واشتغلوا عدد قد ايه من الساعات وعايز اقول له حضراتكو حاجة المفارقة انه القيادة العامة للجيش الليبي النهاردة وهي بتخطط ليه الابض على شام عشماوي كانوا عاملين احتمال انه يحدث اشتباك وانه تبقى الخسائر في الجيش الليبي ما بين 20 الاربعين واحد فبقول له حضراتكو الحمد لله ان هذه العملية تمت دون اصابة احد رجال القوات المسلحة الليبي الحمد لله مفيش ولا واحد اتصاب اتقابض عليه وكان موجود معه قبله اتقابض على الاثنين الحراس اللي هو بها علي وزعيبة ده الليبي واتقابض على زوجة عمر رفاع سرور وطفلها وقبض على زوجة من زوجات هشام عشماوي فهذا ما بقول هنيئا لكل من يخوض حربا ضد الارهاب سقوط هذا الارهابي الخطيب عايز اقول له